نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في فيديو جديد كل سنة وحضرتكم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله بإذن الله ربنا يرفع عننا البلاء والوباء قريب جدا عاجلا وليس عاجلا اللهم أمين إليكم البيان اليومي المحدث للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر عن يوم السبت الموافق 23 مايو 2020 قبل بس مبدأ الفيديو بفكركم بلايك على الفيديو واشتراك في القناة لسه بيشوف القناة لأول مرة أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 4,628 وخروجه من مستشفيات العزل والحجر الصحي وعلنت أيضا عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية الفيروس كورونا إلى 5,192 حالة وتم تسجيل 727 حالة جديدة لفيروس كورونا و28 حالة وفاة أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم السبت عن خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية يرتفع إجمال المتعافين من الفيروس إلى 4,628 حالة حتى اليوم وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية الفيروس كورونا ارتفع له يصبح 5,192 حالة من ضمنهم 4,628 متعافيا وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية لافتا إلى وفاة 28 حالة جديدة وقال مجاهد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها الفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 16,513 حالة من ضمنهم 4,628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و735 حالة وفاة وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع كافة الاستعدادات بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية كما تم تخصيص الخط الساخن 105 أو 15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية وفي النهاية نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين وربنا يرحم كل اللي مات وإن شاء الله ويصبر أهليهم تظروني كل يوم بتقرير جديد من وزارة الصحة والسكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجراز عشان يوصلك كل الديدنا اشتركوا في القناة